منزلة الفكرة الوحيد اول ما يصحى من النوم بيعاد يفكر هاعملي بأنهار دا اول القلب ما يتيقظ يبدأ القلب يفكر ايه هي الفكرة قال الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون الفكرة تلمس البصيرة لاستدراك البغية تلمس البصيرة لاستدراك البغية يا جماعة اذا سألنا ببساطة انت عايز ايه من الدنيا دي ماذا تريد ما من احد من الناس الا ونسأله انت عايز بتجري وراءه يقول السعادة عايز عايش سعيد ومرتاح ومبسوط هذه السعادة زي ما قلت قبل كده كتير السعادة سعادة القلب سيبك من الشكليات والمظاهر اللي بيتحك ها 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 ويسمع نكت ويقول نكت ويجري ورشهوات ويرقص ويغني ويعمل سيبك من الشكليات دي المظاهر دي لما يدخل اوضى الوحد ويقفل على نفسه من غير ناس ومن غير حد ها فين السعادة السعادة سعادة القلب والقلوب بيد الله فلا يقدر على اسعاد القلوب الا الله فيش حاجة في الدنيا تقدر تسعد قلبك الا ربنا يبقى سعدتك في ايد ربنا هو الذي يسعد ويشقي وانه هو اضحك وابك جل جلاله سبحانه وتعالى يبقى تلمس البصيرة انك تعرف سكة لاستدراك البغية عشان توصل لمبتغاك لللي انت عايزه ده التفكر انك بتتلمس بتتحسس بتبحث عن بصيرة عشان تدرك بغية ما تبتغيه او انه هو تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له تحديق القلب ان القلب ده لوح حدقة زي ما قلنا في الدرس اللي فات عيون القلب ان القلب ده في عيون قلنا منها الحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي لا ده الحياء تستحي من الله ان تنفتح في قلبك عين تميز بها بين الحق والباطل ده اليقين ده عين اليقين في عيون في القلب هي ديك تحديق عين القلب الى جهة المطلوب التماسا له ان القلب يفتح ينظر الى جهة المطلوب لان للأسف الشديد ان انت احيانا بتبقى تاية في الدنيا دي ماشي تتلفت يمين وشمال مشتة القلب لا تنظر الى ما يريده الله منك عشان كده ربنا قال فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الفكرة في ثلاث حاجات الفكرة في معاني التوحيد انك تعرف ربنا نمر اتنين الفكرة في لطائف الصنعة ماليش في المراجعة محدش يقول لي بتعيد ده اشارة سريعة قلنا كتير ان ربنا قال جل جلاله انظروا الى سمره اذا اسمر وينعه قبل ما يقول ما يقول كلوا من سمره وادوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا يبقى قال ايه انظروا قبل ما تاكلوا يبقى لما يبقى قدامك الاكل كده بص الاول عشان تقول سبحان الله وتقول الحمد لله يبقى التفكر في لطائف الصنعة مش في الاكل بس بقى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فوقهم دي مهمة او كلمة يعني فوق ايه التفكر في لطائف الصنعة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر هيدي نظر الى لطائف الصنعة